وللحديث حول ملف معاناة ذوي المغيبين في العراق ينضم إلينا عبر سكايب من برلين رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق السيد علي القيسي مرحبا بك معنا أهلا وسهلا بارك الله بكم إذن أكثر من سبع سنوات أستاذ علي مضت على انتهاء المعارك في محافظة الأنبار لكن ما يزال ذوي مختط فيها ناحية السقلوية يجهلون مصير أبنائهم لماذا حتى الآن لماذا حتى الآن لأن هذه الحكومة وعموم الحكومات المتعاقبة يعني تعتبر هؤلاء خصوم لأسباب طائفية وهم يعلمون ذلك جيدا ولا يبذلون أي مجهود يعني لحل هذه المشكلة أو لإيقاف هذا النزيف هذا جرح نازف الصقلاوية جرح نازف هذه عوائل لديهم يعني مواريث وزواج وأطفال والآن العالم يعني ماذا تفعل هذه السنة السابعة لا هم أحياء فيرجون ولا هم موتى فيرثون هذا كل السبب هو التقصير الحكومة لأن الحكومة متورطة في هذه الجرائم لا شك أن أي جهة حكومية الآن أو حزب أو منظمة أو عضو برلمان لديه يد في هذا الأمر لأن هذه الميليشيات ما تسمى بميليشيات الحجز الشعبي التي ترتكب هذه الجرائم البشعة يوميا وتفصيليا كلها ممثلة بما تسمى الحكومة العراقية وللأسف الكارثة الحقيقية أن ما تسمى بحكومة الكاظمي هذه الحكومة لم تحرك يعني ساكن ولو تفتح ولم تفتح فايل واحد من فايلات هؤلاء ذو المختطفين أن الميليشيات الحجز هي من ارتكبت هذه الجريمة يا سيدي يعرفونهم حتى بالأسباب ويعرفون حتى انتماعاتهم هذه الميليشيات لمن تنتمي ومن أين أتت ومع من تعمل يعني هذه كلها معروفة والحكومة تعرفها لكن الحكومة حقيقة تعتبر هؤلاء خصوم طائفيين وكل يعلم يعني كل متأكد مئة بالمئة أن مغيبي السقلاوية هم أناس مسالمين أرادت تخلص من الوضع الخطر الراهن حين تداهم منطقتهم فآثر الخروج حتى يتخلصون من الوضع ولا يثبتون أنهم متورطين وهم كل يعلم أنه ليس فيهم واحد متورط في جريمة أو في رفع سلاح أو انتهاج منهج مسلح لأن هؤلاء كالناس الذين كانوا يقاتلون معروفين لمن ينتمون وأين متواجدين المشكلة يا سيد هي المشكلة هذا الاعتقال والتغييب القسري والاختطاف كله مبني على أساس طائف نعم وهذه العوائل التي فقدت المعيل بقيت بدون إعالة بدون إعاشة وبدون مساعدة من الحكومة يعني لا الحكومة قادرة على الكشف عن مصائر المختطفين ولا هي قادرة على مساعدتهم أيضا بالعكس يا سيدي الحكومة قادرة على كشف مصيرهم والحكومة قادرة على مساعدتهم لكنها تقصر وتمتنع مع سبق الإسرار والترصد لماذا لا تستطيع الحكومة مساعدتهم لماذا لا تستطيع الكشف عن مصير أبنائهم الحكومة تستطيع مئة بالمئة لكنها ترفض ذلك لأسباب طائفية نعم طيب بحسب إحصاءات منظمات محلية ودولية قالت بأن الميليشيات والأجهزة الحكومية اختطفت أكثر من 11 ألف شخص على مدار الأعوام من 2014 إلى 2017 كيف يمكن أن يبقى هذا العدد الكبير في غير واضح المصير حتى الآن بدون بذل أي جهد من الحكومة من زعماء الميليشيات من أحزاب السلطة يا سيدي هذا الرقم غير دقيق ولا يشكل قطرة في بحر الكل يعلم وهناك إحصائيات تشير إلى وجود ربع مليون مغيب قسرا ومختطف وخرج لم يعود ومفقود فقط من بغداد يعني من بغداد ومحيط بغداد ربع مليون منذ عام 2003 حتى اليوم هذا الرقم فقط بين 14 و17 نعم بالعكس بين عام 14 و17 هذه الميليشيات والحجد الشعبي توحشت واختطفت عشرات الآلاف أكثر من 30 إلى 40 ألف مفقود فقط في الموصل من عدم محافظة صلاح الدين والمحافظات الأخرى هذا الرقم يعني لا يشكل قطرة في بحر من الجرائم التي ارتكبت في حق هذه المناطق التي تنتمي لمكون معين نعم أين يقف المجتمع الدولي من هذه الجرائم؟ المجتمع الدولي الآن للأسف يعني يكيل بمكيالين ولا توجد جهات عراقية حقيقية تستطيع التحرك على هذا الأمر ولا توجد يعني الكارثة هي الحقيقية أن من يدعي تمثيل هؤلاء ويتسابق لكسب أصواتهم أيام الانتخابات لا يفعل شيء هؤلاء هم الذين يعني متورطين في تغيبهم من خلال سكوتهم وتماهلهم لكي يضمنوا بقاهم في الحكومة وفي البرلمان نعم أشكرك جزيلا الأستاذ علي القيسي رئيس جمعية ضحايا سجون الاحتلال الأمريكي الإيراني في العراق ترجمة نانسي قنقر